ما زلنا نعيش في ظل بيان المناهج الدعوية وقد وقفنا على مفهومها وأساليبها وخصائصها والآن عزيزي الطالب نطرح سؤالا ما الملامح العامة التي برزت فيها مناهج الدعوة في تاريخ هذه الأمة لهذا عقدت هذه الوحدة الثالثة من وحدات مقرر أصول الدعوة رقم 2 الملامح العامة لمناهج الدعوة وخصائصها الدرس الأول بعنوان الملامح العامة لمناهج الدعوة في جانب العقيدة وهذا هو أهم درس من دروس هذه الوحدة لماذا؟ لأنه يتعلق بالأصل الذي جاء به الإسلام إنها العقيدة وقد جاءت عناصر الدرس بعد أن درسنا كيف نقدمها لك في العناصر التالية أولها منهج تقرير العقيدة الصحيحة ما هو المنهج الذي سار عليه القرآن في إبراز العقيدة وتقريرها توضيحها بيانها للناس ثانيا من عناصر هذا الدرس تثبيت العقيدة في النفوس كيف كان منهج القرآن في تثبيت العقيدة أولا؟ وثالثا أقف بك على إبطال العقائد الفاسدة وكيف أن القرآن والسنة قد كان نبراسا يسير فيه أو عليه الباحث والدعية في كل زمان كيف أبرز القرآن العقيدة الصحيحة وأبطل القرآن العقيدة الفاسدة أما عن العنصر الأول فيطيب لنا أن نبين لك المنهج الذي قرر به القرآن العقيدة الإسلامية الصحيحة إن المنهج كان له ملامح من أهم ملامح المنهج الدعوي في جانب العقيدة أنه قد قرر العقيدة الصحيحة بمنهج واضح هذا المنهج إنما هو بارز واضح سهل ميسور بعيد عن المنهج الفلسفي والأساليب الكلامية التي تبني الخلافة ولا تبني الإيمان وهذه الأمور الغامضة الكبرى لا تعد تسعة أمور أساسية التي بيّنتها هذا الملمح بيّنها ووضحها تماما إن أمور العقيدة ستة كما جاءت في القرآن وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى ثانيا الإيمان بالملائكة ثالثا الإيمان بالكتب السماوية ورابعا الإيمان بالرسل وخامسا اليوم الآخر وسادسا القضاء والقدر خيره وشره وأنه من الله تبارك وتعالى إنها أمور ستة جاءت في القرآن وشرحتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إنها أمور قد جاءت في القرآن أما عن المنهاج الذي سار عليه القرآن الكريم في تحقيق هذه العقيدة الصحيحة وبيانها فكان منها الوقوف على حقيقة الإنسان بعد أن بينا قواعد الإيمان وأركانه أيضا نبين أن من هذا المنهاج الوقوف على حقيقة الإنسان حيث إن الإنسان عندما يقف على حقيقته ويقف على طبيعته يستطيع أن يعي عقيدة الحق تبارك وتعالى فيؤمن بالله أيضا الوقوف على حقيقة العالم الظاهر المحيط بالإنسان في هذا الكون فالجانب العقدي إنما هو إبراز لحقيقة هذا العالم وكيف أنه شاهد على الصنع وعلى عظمة الخالق سبحانه كذلك من هذا المنهاج الوقوف أي منهاج العقيدة الصحيحة أن العالم قد اجتمل على أمور خفية تحيط بالإنسان كالجن والشياطين والملائكة فإبرازها إنما هو من باب تقرير العقيدة الصحيحة فقد أوضحت العقيدة الإسلامية بالقرآن والسنة هذه الأمور أحسن توضيح وبأسلوب قائم على مخاطبة العقل والحس والقلب مع بعيد عن الفلسفات المادية والتعقيدات الكلامية التي لا تبني إيمانا هذا هو منهج تقرير العقيدة الصحيحة فماذا إذن عن تثبيت العقيدة الصحيحة في النفوس ما المنهج الذي سار عليه القرآن والذي يجب أن يتحلى به الداعية في فهمه لطبيعة المنهج العقدي إن هذا المنهج يبدأ بتثبيت العقيدة في النفوس أولا وتثبيتها يكون عن طريقين أولهما بيان الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على هذه العقيدة في النفوس ويقول الحق تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا هو المنهج العقلي الذي أشرنا إليه سلفا وهو منهج القرآن أيضا يقول الحق تبارك وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون هذه الآية العظيمة تبين الأدلة العقلية وتبين أن الكون كله دلالة عظيمة على وجود مكونه وهو الله الواحد الأحد هذا هو لون من ألوان تثبيت العقيدة في النفوس كذلك من بيان تثبيت العقيدة في النفوس مناقشة الشبهات المثارة حول هذه العقيدة بعد أن بين الأدلة الكونية والعقلية على وجود مكون الكون بدأ هذا الأسلوب أيضا في القرآن الكريم وهو واضح في قول الحق تبارك وتعالى عندما جاء أحد الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتى بعظم بلي ورمي هذا العظم ففته في وجه النبي وذراه في الهواء وقال يا محمد أتزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار رماضه قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويبعثك ويدخلك النار والحق تبارك وتعالى أشار إلى هذه الصورة فيقول تبارك وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وهكذا جاءت آيات القرآن في كثير من سور القرآن في سورة ياسين وغيرها تعطي نمازج لهذه المناقشات والردود العقلية كذلك من ملامح هذا المنهج منهج العقيدة إبطار العقائد الفاسدة وهذا المنهج إبطار العقائد الفاسدة السائدة في حياة الناس منهج أتى به القرآن يبطل ثم يثبت أبطل القرآن الكريم العقائد الفاسدة في جانب الله عز وجل وصفاته أو في جانب الملائكة والرسل أو في جانب الكتب والآيات أو في جانب الإنسان وخلقته وخلقه في ذلك الزمن وفي غيره من الأزمان وفي جانب الجن والشياطين كذلك كل هذه أمور وميادين أتى القرآن الكريم بما يبطل عقائد فاسدة سرت في نفوس الناس سريان النار في الحشيم من ذلك قوله تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وهكذا أبطل القرآن الكريم ما سرى في عقول الناس حول الجن والملائكة من جعلهم الملائكة أناسة ومن كونهم بنات الله أشار القرآن إلى إبطال هذه العقيدة كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لعظمة القرآن اشتركوا في القناة